بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين يا رب العالمين مرحبا بمشاهدين الكرام مشاهدي كتاب قلوب عامرة إن شاء الله النهاردة نختم تصحيح سورة المرسلات بندكر سيدة المشاهدين الكرام بالرواية التي نقرأ بها ونعلم على منهجها هي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل يلا بينا بقى عشان مستعدين نختم سورة المرسلات انتو شطرين إن شاء الله إيه كده التصحيح يبقى يسير عليكم النهاردة اللهم أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كُلوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجِرِمُونَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجِرِمُونَ إِنَّكُمْ مُجِرِمُونَ إِنَّكُمْ مُجِرِمُونَ لأني عندي إضغام الميم في الميم الميم عندكم سكنة في إنكم والتانية مُجِرِمُونَ تمام؟ هنصحح تاني كُلوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجِرِمُونَ كُلوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجِرِمُونَ فهيبقى عندي إضغام إيه؟ الميم في الميم إضغام بغنى لأنه من ضمن حروف كلمة يرملون واللي هو فيها الإضغام بغنى الميم مع الميم هتبقى ميم كده مشددة ونغنى هنقول إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ مُجِرِمُونَ إِنَّكُمْ مُجِرِمُونَ وَيِّلُوا يَوْمَ إِذٍّ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيِّلُوا يَوْمَ إِذٍّ لِلْمُكَذِّبِينَ خلي بالكو إن المقطع الأخير في سورة المرسلات مقطع بيتكلم عن برضو المكذبين والمعاندين و تحذير هؤلاء اللي عايشين في حياتهم في الدنيا بالطول وبالعرض و بيعملوا اللي عايزينه و غير مؤمنين بآيات الله غير متبعين للرسل غير مصدقين مش بيقولوا مش مصدقين إن فيهم قيامة مش مصدقين إن فيه حساب مش مصدقين إن فيه عقاب بيستبعدوا الصورة دي الصورة دي صورة كلها إنذار وتهديد لكل المشركين والمعاندين و غير المصدقين بآيات الذكر الحكيم و خلي بالنا من ختام الصورة خلي بالنا من ختام الصورة عشان أبقى برضو فاهم المعاني و برضو دي يظهر في النبر بتاعي و أنا بصور الإيه؟ المعنى بتاع الآيات أثناء التلام كلوا إبادة هكم منهم كلوا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلوا يومئذ للمكذبين ويلوا يومئذ للمكذبين دول كان شكلهم إيه بقى في الدنيا بيعملوا إيه في الدنيا فجاب لك صفة من صفاتهم الخطيرة الخائبة اللي كانوا بيعملوها في الدنيا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويلوا يومئذ للمكذبين ويلوا يومئذ للمكذبين طالما دول كانوا مكذبين في الدنيا لم يؤمنوا بآيات القرآن الكريم لم يستمعوا إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الوحي الصادق القرآن الكريم لم يستمعوا للآيات لم ينصطوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي ممكن يأثر فيهم بعد كده في حاجة ممكن تأثر فيهم بعد كده فيه؟ لا عشان كده يجي الختام هنا مش هختموا وأنا بأفل الصورة بنبرة هادية لأن ده استفهم استنكاري يعني أنتوا هيجيلكوا إيه عشان تؤمنوا إيه بعد القرآن بعد ما جاءكم القرآن الكريم بما فيه من الآيات والدلائل الدالة على وجود الخالق العظيم وعلى قدرة الخالق العظيم فعايزين نصور المعنى ده فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون آدم فبأي حديث يعني إيكم هنا حديث يعني خدت بالي على فكرة حديث أنا عندي إيه؟ عندي تنوين حديث تمام؟ وبعدها الباء بتاعت بعده فمن أحكام النون السكنة والتنوين إذا جه وراها باء بنقلب التنوين لميم حتى بصوا كده هتلاقوا ميم صغيرة قدامكم اللي هي الصغيرة اللي تحت حرف الثاء اللي هو أصلا فيه كسرة وميم عشان تقولي إن هنا تنوين وراه باء من أحكام النون السكنة والتنوين إذا جه وراها باء بتتقلب الميم اللي انتوا شايفينه وبعدين يحصل أقول فبأي حديث حديث الإقلاب ده اللي هيقدي بعد كده اللي يبقى فيه معايا هنا أقول فبأي حديث هيا آدم حديث ما بقفلش بؤي بسيب حتة صغيرة حديث بعده يؤمنون لازم أعلي النبري بتاعي وأنا بقول لي إن ده سؤال سؤال استنكاري حديث بعده يؤمنون أحسنت الله يفتح عليك أقول لك صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم آمين